خمسة علامات خطيرة تدل على أمراض القلب هناك عدة عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، منها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول، السمنة، ونمط الحياة غير النشط. من الضروري الانتباه إلى العلامات المبكرة لأمراض القلب، والتدخل في الوقت المناسب قد يحد من تطور المرض. علامات خطيرة تدل على أمراض القلب آلام الصدر هي إحدى العلامات المبكرة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية إذا تم تجاهلها، فإذا كنت تعاني من شعور بالثقل أو الضغط في منطقة الصدر، يجب استشارة الطبيب فوراً. آلام الذراع والفك والظهر قد تشير آلام غير مبررة في الكتف، الزراع، الفك أو الرقبة إلى مشكلة في القلب، خصوصاً للأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير نشط. التعرق المفرط التعرق الزائد، خاصة في الليل، يعتبر علامة على وجود مشكلة قلبية، لا سيما لدى النساء، ويمكن أن يكون سببه انسداد الشرايين أو اضطرابات في نبضات القلب. الدوخة أو الضعف قد تكون الدوخة إشارة إلى نوبة قلبية أو مشكلة في الشرايين، وهو ما قد يؤدي إلى الإغماء القلبي العصبي. التعب الشديد الشعور بالإرهاق المستمر قد يكون علامة على ضعف في صحة القلب. خفقان القلب نبضات القلب السريعة وغير المنتظمة قد تكون إشارة مبكرة لمشكلة كامنة، مثل عدم انتظام ضربات القلب. ترجمة نانسي قنقر